بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد معالقالي وصحبي وسلم. اما بعد. الامتحان ده على ربع المنهج. على اول تلات وحدات خدناهم مع بعض. اتمامنا انك انت ما يكونش عديت ولا فيديو في الفيديوهات اللي نزلناها. سمعت كل الفيديوهات. سجلت كل ملاحظات. ولو عندك اي اسئلة ابعتها على جروب التليجرام الخاص بمحتوى شهر 11. السؤالة ولاني طبعا آآ سيف ايه? في مجال الفيزياء من جامعة كمبرج اكيد. انت عرف ان علف ان معناها تخرج في. انت عارف برضو ان احنا ممكن نستخدم كم目ة ممة تخرج من. بنجيب بعدها مسلا على سبيل المسال كايرو تاي! لأنه تخرج من جامعة القاهرة. ممكن برضو نقول بس هنجيب بعدها وظيفة اقول يعني يتخرج كطبيب وعلى فكرة ممكن نقول اه دي معناها خريج دي كده نون حضرتك دي مش فعل دي كده نون انتبه كده ان يتخرج من آآ التانية معناها خريج واذا نقع معها حضرتك يعني ممكن تقول يعني معناها خريجي او خريج وجامعة القاهرة طيب الحاجة التانية كلمة برضو هنا فهم الحوزة عايزك تعرف ان معناها خبير زي ايها كلمة ممكن نقول الناس الخبراء دي ممكن نستخدم بدلا منها اللي هم الخبراء من غير اسم بعدها النقولة التانية الطريقة الجديدة في التدريس الاطفال ان هما يفكروا يعني بانفسهم المهم آآ آآ انت عارف يشجع على اسمها انكاريج تو انكاريج سام وان تو دو سامسينج ان هو يشجع شخصا ان يفعل شيئا ما الحاجة التانية والمحوزة التانية ودي مهمة جدا ان كلمة بيجيب بعدها فروم طبعا وبعدهم انتبه ان لو بعدها مفعول او لو معها مفعول في الجملة فبناخد تو المستر يعني ما سأقول لك آآي انكاريج علي تو استودي انا شجعت علي ان هو يذاكر في الجملة دي في فاعل اللي هو آي وهي فاعل اللي هو انكاريج وفي مفعول اللي هو علي مدام انت معك في الجملة هنا آآ آآ المفعول اللي هو علي اذا الجملة دي مبنية من ساتفها تو المستر طيب لو انت قلت لي علي علي يعني علي شجعة تو استودي يعني علي شجعة على مذاكرة لاحز انك انت هنا برضو في دي استخدمت المصدر لان الجملة فاهم مفعول لكن انت لما تيجي مسلا تقول مع سبيل المسال آآ يعني معلمنا يشجع على القراءة انت هنا في الجملة دي استخدمت الفعل مدفل لان ما فيهاش مفعول يعني ما نعرفش مين اللي تم تشجيعه ركز معايا في الاولينية انت قلت لي علي يعني انا شجعت علي انه يذاكر فالمفعول هنا علي والجملة التانية انت قلت لي علي يعني علي شجعة فاستخدمت تو المصدر لانك متفق معايا ان لما يكون في مفعول مع ناخد تو المصدر الجملة الاخيرة بتقول ده المعلم ده الفاعل يشجع على القراءة ما نعرفش من المفعول وبالتالي طيب الحاجة التالية برضو في الجملة دي علي تعرفها بان احنا بنراجع يعني فمعليش استحملني كده بنجيب بعدها حرف الجر زيها زي بالزبط كمة بنجيب بعدها حرف الجر برضو طيب ايه الفرق بينهم يا مستر احنا بعد كمة بنجيب الخطر اه الخطر الشيء او الشخص الجهة اللي احنا خايفين عليها الجهة اللي خايفين عليها طيب على سبيل المسال لما تيجي مسلا تقول لي اه يعني ينبغي علينا يعني ان نمنع بولوشن بولوشن فروم ايجيبت يعني يجب علينا ان نمنع التلووس عن بصر خبالك ان بعد جبنا بعدها بعد جبنا الخطر اللي هو وبعدين الجهة اللي احنا خايفين عليها اللي هي ايجيب نفس القصة ممكن نقول برضو نفس الجملة بس باسلوب تاني فهنقول يعني ينبغي علينا ان احنا نحمي ايجيبت ده معناها يجب علينا ان نحمي مصرة من التلووس انتبه ان بعد انت بتجيب الجهة اللي انت خايف عليها الخطر اللي انت بتحكي عنه اه وبالتالي احنا عملنا المسال ده طيب رقم تلاتة بقول لك احنا نعسنا يعني نمنا في القطار وصحينا نمنا نفسنا في مكان اسمه كالايس مش عقل اي كالايس دي بس المهم اه ينام او يغش عليه بالنعاس اسمها فيل اسليب وبالتالي هنا هنستخدم كلمة اسليب اللي هي رقم سي يبقى المصطلح ده اسمه كده بالترتيب اسمه يعني ينام او يغش عليه بالنعاس طيب التالتة بقى الرقم اربعة اخر معاد لانك تعمل لانك تسجل يعني في كورس معين ويوم واحدة وعشرين اخر معاد ده اسمه اللي هو الموعد النهائي اللي هي العنوية الاسية لما تقول انا ما عندش وقت اقرأ الجرائد كلها فبقرأ خمسة كده المباني الاتنين حصل لهم ايه بوسطة النار تأثروا تأثروا يبقى والتصريف التالت يبقى يعني تأثروا قمال ايه افكتف لي افكتف لي دي معناها بفاعلية طيب قمال ايه افكتف يعني معناها تأثير دي اسم طيب افكتف دي صفة بمعنى مؤثر او فعال طيب يبقى دي معناها مؤثر او فعال طيب على سبيل المسال خد مني جمل كده اللي قلت اللي هو الدواء يعني الدواء كان فعالا كان مؤثرا جملة تانية لما قولك يو يو هاف اا جريت افكت انت ليك تأثير كبير ان ليك تأثير كبير علي اقولك مسلا يو شود يجب عليك ان تعمل يعني يجب عليك ان تعمل بشكل مؤثر لاحز ان دي ظرف بنصف دي العمل طيب في الجملة اللي ستة مو صلاح المهم محمد صلاح اكتسبه اللي هي شهرة او شعبية وبالتالي يكتسب شعبية يكتسب شهرة اسمها جين جيند بوبيلاتي اف زيس بروجيكت فايلز اتويل افكت نوت اونلي يو او اور نوت بتقول زهول ارغانيزيشن لو المشوعدة فشل فده مش هيأثر فقط على ايه ده كمان هيأثر على منظمة كلها يبقى اكيد مش هيأثر على اوار دي بورتمنت دي بورتمنت القسم بتاعنا فقط لكنه هيأثر على منظمة كاملة بينما كنت اطبخ زوجي يعني زوجي كان بيغسل العربية ده معنى الحدسين كانوا مستمرين مع بعض بعد ما يخلص مدرسة هو سوف يقضي انتبهن هنا لما يكون معاك اي رابط في الجملة زي وبعدين ناحية التانية مستقبل في حداتك انا عايز مدارعة بسيط او مدارعة تام طيب المفروض انت نستخدم مدارعة بسيط او تام طبعا دي مدارعة بسيط ما تنفعش تستخدم مفروض نقول وبالتالي الايجابة الصحيحة هنا هي طيب الجملة اللي هي احتمالين او اللي هي ايجابتين ينفعوا الايجابة الايجابة التانية انك تستخدم اللي اخيرها لان الفعل مفرد انا ما ينفعش اكلمك دلوقتي اصلا انا بعمل واجبي يعني معنى كده اني مستمر في الواجب مستمر يعني مدارعة مستمر مستمر في الواجب فبش عارف اكلمك علي ازا بوي بوي نوت اي ووز هلدت الله يا مستر احنا متفقين على مبدأ من زمان انك لما يكون معاك حرف جر مع العاقل هتستخدم وانت مغمض عينك كلمة هم لو مع العاقل طيب لو لو حرف الجر ده حرف لو انت هتقول حرف جر مع غير عاقل فهو انت مغمض عينك كده تستخدم لي وما ينفعش نستخدم ذات في دي طيب الجملة دي بقى بقول لك ان علي هو الواجب اللي بواسطته انا تمت مساعدتي ادي عندك حرف جر اللي هو باي ولما يكون في باي فانت عايز مع العاقل هم يبقى باي هم طيب دي واحدة او قلت مسلا باي ويتش اي ترافلت يعني عشان اقول باي زت باي دا تايم ويكيم تو دا بوكشوب اول بوكس باي دا تايم يا مستر جاي بعدها ماضي بسيط يعني عايز ناحية التانية برضو ماضي وانت بتقول قبل ما نوصل المكتبة الكتب كلها كانت بيعت يعني مبني المجهول يبقى هات بيم صولد طيب ما هي كلمة مبني مجهول برضو وهون فكرة ان الكتب تم بيعها الاول ده حدث اولاني وبعد ما اتبعت الكتب احنا رقم اتنين وصلنا هو كان طالبا هو كان يكتب قهصا قصيرا يبقى بينما كان طالبا يبقى نستخدم كلمة طويل طيب الجملة دي حضرتك المفروض انها مكتوبة كده مفروض الجملة كانت مكتوبة زي من هو الجملة ماضي طبعا زمان هو آآ از ريدنج ومكمل الجملة بقى الفكرة اللي حصلت هنا ان حضرتك ممكن تحزز ضمير وصل زي ما انت عارف ممكن نحزز ضمير وصل ونحزف الفرب تو بي ونقول بقى زمان ريدنج وبالتالي احنا هنستخدم هنا زمان يعني الرجل الذي كان يقرأ او الرجل الذي يقرأ او الرجل الذي يقرأ ايه يا ترى بص معي انا عارف ايه يا مستر من كلمة لها احتمالي ممكن نجيب بعد ايه نجي ممكن نستخدم وبعدين نجيب بعدها والفعل في الاخر خلص في المصدر طيب امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي خد مني بقى دي من الاخر كده معناها ندمان ندمان انه فعلة ندمان انه عمل حاجة معينة على سبيل المسال لما تقول لي ده معناها ندمان ان انا اشتريت العربية انت اشتتها بالفعل طيب الجملة التانية لما تقول لي مع سعى سبيل المسال اقول لك اي رجرت تو تيل تو انفورميو اي رجرت تو انفورميو اي انا يؤسفني ان اخبرك بمعنى انا يؤسفني ان اخبرك انني فقدت كاميرتك ندماني ان انا لسا هعمل لسا هقول لك طيب اذا الاجابة هنا هل انت ندماني انك انت اشتريت الموبايل ده يبقى الفعل مضافة اي مني جيل انك انت بالفعل اشتريت ستاشر بقى وي هاف جوت بلينتي اف طايم عندنا وقت كتير جدا فاحنا مش لازم نجري مش لازم نجري يبقى انت ممكن تقول او لو الجملة دي ما فيهاش الاختراك كان ممكن نقول وي دونت نيد تو ولو مفيش دونت نيد تو كان ممكن تقول وي دونت هاف تو لاحز اني دونت نيد تو ونيدنت التلاتة بصوبة والتلاتة مية مية زي الفل طب ما هو فيه مستر دازنت هاف تو اهي ما ينفعش عدرتك تقول وي دازنت اعيب عليك يعني مستر هيسم از زا ليدر اوف دا كروب بقول لك مستر هيسم هو قائد المجموعة ده معناها ايه اختار من دول الاجابة الخطأ يعني في واحدة بس في دول كلهم كده خطأ ما تديش نفس المعنى لما نقول لي مستر هيسم يعني مسؤول عن او ده مزبوط تمام طب دي معناها ركز كده دي معناها تحت ده معناها ده معناها ان هيسم تحت قيادة المجموعة يا ترى هو ده فعلا اللي حصل يعني انت عايز تقول لي مستر هيسم وتحت قيادة المجموعة اكيد لا طبعا لانت بتقول هو القائد يعني هو اللي بيقود وبالتالي الاجابة دي هي اللي احنا نختارها لانها الوحيدة اللي معناها غير معايا كلها يبقى تقول لي متقول هي بالزبط زيها كلمة يعني يدير هي زيها بالزبط ان الجروب تحت قيادة هيسم يبقى كل دول بنفس المعنى ما عدا رقم بي اللي معناها غلط معكوس طيب لو انت مش فاهم لو انت بتلخبط لما قول لك مسلا ايجبت اللي هي مصر آآ 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 زيه بريزدنت الرئيس از ان زيه اتشارج اوف ايجبت ايجبت من غير زيه هنا ركز معايا با لما انت قلت لي مصر از ان زيه اتشارج اوف اين زيه اتشارج اوف معناها تحت قيادة مصر وتحت قيادة الرئيس ده معناها ان الرئيس يكون من غير زي. يعني مسؤول عن مصر. الجوبة دي حلناها قبل كده بكتاب العمليقة بس انا حرفت فيها. عشان كده الناس اللي امتحنوا واصرعوا هيعرفوا الخضاء فين. بقول لك ان الرئيس يعني له قوة اكتر من طب نفس الجملة دي سيادتك لو خدناها كده ونزلناها هنا كوبي مسلا. وعملناها بدل هاز هنخليها يبقى المفروض نقول يعني اكثر قوة. لاحظ ان هنا يعني يكون ولما يكون في يعني انت عايز صفة عشان لكن هنا يعني يمتلك قوة. طيب الجملة اللي بعد كده طبعا هنشي الرقم ده عشان اخطام ما تنخبطش. آآ بقول لك دكتور سام زي ايه? الدكتور سام تبرع تطوع لكي يجري الايه يا ترى? ممكن يرجري العملية الجراحية. او ممكن يجري اللي هي برضو العملية الجراحية. لكن معناها تشغيل. نظام تشغيل يعني جراح. بيقول له نقط فقال لك. والله يا مستر احنا متفقين على مبدأ انه لما يكون في وكلام عن طموح والتألفز تحذير. الكلام ده كله بناخد يبقى انا هقول له عشان ده هنا. فبفرض نفس الجملة. نفس الجملة. بس بدل تقال لك كنا اخدنا زي بلين تو لندن نوات اتو اي ام. واحدة واثنين 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 فكرتهم مبنية على فكرة كالفكتاب العملية. ويقول لك الطائرة المتجه الى لندن. الساعة الثانية وتصلوا وجهتها الساعة السالسة. يبقى اكيد انت عايز هنا بالعربي كده عايز تقول لي كلمة تغادروا. طيب كلمة تغادر يعني ايه عم? يعني لان دمعت سابت وبالتالي هنقول تيكس اوف. حلو الكلام. فاش اي مشكلة. طيب اللي بعدها. الطائرة الى لندن. اتو الساعة اتنين. يعني تستغلق ساعتين حتى تصلوا وجهتها. يبقى انت اكيد عايز تقول لي الطائرة المتجهة الى لندن. التي تغادروا. يبقى المفهود ان هنا الجملة دي مكتوب فيها في النقط كده. المفهود الجملة مكتوبة كده. واحنا متفقين يا مستر ان لما يجيب لي ممكن نستخدم بدلا منها وبالتالي الاجابة الصحيحة هنا الوحيدة هي تعالنا نترجم مع بعض. انت بتقول في الجملة دي رقم واحد وعشرين الاول. الطائرة المتجهة الى لندن تغادروا الساعة الثانية وتصلوا وجهتها الساعات الثالثة. لكن هنا الطائرة المتجهة الى لندن. آآ التي تغادر سوف طائرة المتجهة الى لندن. التي تغادروا الساعة الثانية تستغرقوا ساعتيني حتى تصل. يبقى انت خد اللي هي مكان ويتش ليفز. تاتة وعشرين برضو الجملة دول انا بنتهم على فكرة كانت موجودة في كتاب العملية. انا افضلوا ان اساعد امي بدل ما ضايع وقتي. انت عارفوا المصدر المصدر وبالتالي هناخد وده معناه انا بحب ساعد امي بدل ما ضايع وقت. الجملة اللي بعتها انا احب ان في اساعد امي الاخرين يضيعون يعني اوقاتهم. الاخرين اللي اسمها ازرس. ازرس دي ما كان ازر بيبول ازر بويز ازر ستوديمت وها كزا. يبقى افتاتوا عشرين تبتقول لي انا بحب اساعد امي بدلا من ان اضيع وقتي. لكن في اربعة وعشرين انا احب ان وساعد امي الاخرين يضيعون اوقاتهم. دايما يا مستر بعد زر اسم وبعدين الفعل مضافه اي ان شيء. فانت تقول لي زر زمان يعني في راجل ببيع جراية في الشارع. اختار اتنين. وقال ايه اللي انت حصلت عليها من الجامعة. اكيد ما الدرجة العلمية اللي اسمها وما المؤهلات اللي اسمها لاتنين ينفعوا. طبعا انت عارف صف دراسي وكده ما لاش علاقة من موضوع. ودي يعني يزدري او يقلل من او ينزع آآ رتب. مونة وآية عمرهم ما تواصلوا مع سما. وهنا حضرتك محتاج اقول لك. ان كلمة دي ممكن نستخدمها. وممكن نستخدم كمان حاجة اسمها هتستخدم لو هتجيب لي بعدها هنا اسم. وهتجيب قبلها برضو اسم. طيب. وقبلها اكيد هنا في اسم يعني. لكن بس لو انت هتجيب الاسمين ورا. بمعنى لو انت في الجملة هنا قلت لي مونة وآية عمرهم ما تواصلوا مع سلمة. مدام بعدها اسم يبقى اللي هي دي. طيب. انت قلت لي آآ نقاط واحنا هنا كده ننسخ دي ونعملها هنا. ركز معايا كده. لو الجملة مكتوبة بالمنظر انت شايف قدامك ده. مكتوب لك مونة آية هنا ما ينفعش غير كلمة فقط. طب ليه? بمعنى مونة وآية عمرهم ما تواصلوا. وسكت. لكن هنا مونة وآية عمرهم ما تواصلوا مع سماء. بقول لك انت ممكن تعمل محلول الملح عن طريق انك انت تحلل ملعقة مليئة بالملح في بعض الماء. محلول ده يا فنستر لو اسمه كلمة دي منها حل المشكلة او حل السؤال ومنها محلول اللي احنا الميا اللي فيها سكر فبنسميها محلول السكر الميا اللي فيها ملح محلول الملح مصبع يحدث 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 كل دول معناهم يحدث دون ترتيب ما عادة تيك بلايس تيك بلايس معناها الحاجة حصلت وفقا لترتيب انتبهت كويس طب الحادثة انو لتنين لفوع عادي طب لطفال هيلعاب وتنس اكيد على ملعب التنس ملعب التنس اسمه كورت واحنا متفقين ان كلمة كورت دي لها تلات معين المعنى الاولاني الملعب المعنى التاني محكمة والمعنى التالت اللي هو بلاط الحاكم اللي هو الرجال اللي حوالي الحاشية. عاية النوات زي يعني بريء. فانت بقول لي عالي ادعى ادعى ان طارق كسر الشباك بالرغم من ان الطارق ده بريء. طب طبعا انت عارف كلاب دين صفقة يعني هدقة وكلمة يعني يذكر. طب ليه ما نقولش يا عالي بيذكر ان طارق كسره? هقول لك والله يا فاندم لو ينفع نفكر في كلمة فكنا فقط تبقى علي لان علي مفرد او على انها ماضي كل واحد ممكن يكتسب خبرة. يكتسب خبرة اسمها او او التلاتة معناهم يكتسب بص انت بتقول لم قعد العبو بص العبو التنس كما انني كنتم معتدنا افعل. يبقى انت هنا قدامك حاجة من اتنين. اما انك تقول لي وكم ممكن تستخدم تستخدم كلمة آآ آآ بمعنى انا لم اقعد لعب التنس كما انني كنتم معتادا او كما انني كنتم معتادا ان افعل يبقى يتنفعية كمان. طيب الجملة اللي بعد كده. زينوة تسبين زا فيست وز اس افري يير انتل وي موفد. هما كلمة عودين يقضوا معنا الاجازة كل يوم لحد ما احنا انتقلنا. يعني كده متعاودين يعملوا حاجة وبطلوا. فحضرتك عايز الفعلي في المصدر. واد الفعلي في المصدر. قول لك كان في حد شغال موسيقى طول الليل. وانا نايم. عشان كده نعطيش هنام. يعني معنا كان هو كان شغال في العزف وانت شغال في النوم. يبقى الحدسين مستمرين مع بعض. طيب ليه ما اخدش هاد من بلاينك. عارف كلمة هاد دي. معناها من الاخر كده وانا هكتبه لك. معناها ان هو كان كان بيلعب. لفترة. لفترة ما. قبل ان انام. وبعدها حضرتك انا نمت. ده معناها لو انت خدت بيه بقى معناها كده. معناها انه كان بيلعب. لفترة ما قبل ان انام. وبعدين انا نمت. يعني معناك انا مأسرش عليك. لكن هنا دي معناها الحدسين مستمرين مع بعض. فهو شغال الموسيقى. وانا شغال في النوم. فعشان كده ما عرفتش هلم منه. الله يسمحوا. طيب بعد قصة تلاتين. بص يا مستر دي جملة سليمة. يعني التدريس يكون شيئا مجزيا. ازا انت ما ينفعش تفكر في دي خالص. هنا ما ينفعش نفكر فيها. طب ليه ما ينفعش نفكر فيها? لان حضرتك عارف ان بعدها الفاعل مدفل مش جملة سليمة. ودي جملة سليمة. اركانها ايه? ده الفاعل. الفاعل المكملات. طيب اف. تعالى نشوف لو التدريس بيكون مجزي انا سوف اعمل هذه الوظيفة. ولا وزاوت بدون ما ينفعش نستخدمها ولا لو التدريس مش مجزي انا سوف اقوم به. اكيد الاجابة الصحيحة الوحيدة هنا هي اف. ومعنى الجملة على بعضها. لو انا التدريس امرا مجزيا. انا ساعمله كمعلم. طيب امال يا مستر ديني مسال على كلمة على الانجي وحوار الانجي. هقول لك بص معي. لو قلت نقط مسلا. مسلا آآ عارف انت بترجمت معاها الجملة دي? هتلاقي الجملة فيها اصلا الاستيقاظ مبكرا. هي دي جملة? لا مش جملة. ازا انت هنا ممكن انت استخدم كلمة بمعنى في حالة الاستيقاظ مبكرا انا ربما الحق بالقطار. الفرق بين رقم ايه ايه رقم ستة وتلاتين وانا كنتها ان جملة سليمة ومع الجملة السليمة ما ينفعش نستخدم ولا لكن كلمة الاستيقاظ مبكرا دي مش جملة سليمة بقى. ده اسم اللي وفاية دوس الانجي وبالتالي خدنا انا استنبت في الورشة الى ان صلحت السيارة لحد ما العربية تصلحت يبقى المفوض نستخدم كلمة اللي هي دي. طب ليه ما ناخدش هتقول لي استنيت في الورشة بعد ما عربية تصلحت ولا بمجرد ما تصلحت ولا ما ينفعش بعدها غير ماضي مستمر. طيب ودي حالة كده الناس اللي بتكون حافزة مش فهمة. انت هنا جبت لي ماء تام وبعدها ماضي بسيط. هتلاقي الدنيا من اخبطها. اه بعد كده اكيد هنا لان الجملة بتشير التعجب والاستعجاب. نقول هو انت فعلا خلصت هل انت بالفعل خلصت ده انت سريع جدا ما شاء الله. طب افرد نفس الجملة دي كده بشحمها ولحمها بس احنا هنعدي الفتحة دي البسيط خالص. بقولك هافيو دون يور همور نوت زاتس تو باد. زاتس تو باد. انه قبر سيء جدا. يبقى هنا كنا نستخدم كلمة يت. طب اش مانا كنا نستخدم هنا في في الجملة دي. لانك انا تتزمر بقول هو انت لسه ما خلصتش. ده حاجة وحشة جدا. جانا دينت سليب انت انت عارف انت له انت لما نفسها. وافتر وبفور وان وان اي حد من دول ما فيوش بعد وفاعل فناخد الفعل من طفل اي نجي. يبقى ناخد هنا ع طول. طيب الجملة اللي بعد كده. ما هو اكثر المظاهر المجدية في عملك. قبلك انت بتقول يعني انت عايز صفة للكلمة مظهر. لكن ده كله وكده فعله اسم. دماغي كانت سبحانت حاجات تانية. فانا ما كنتش عارف اركز على شغلي. يركز اسمها وما المهو يا مستر في كلمة اسمها ايوة دي بتسوي كلمة بتسوي بقاهي. هما الاتنين بيسوي كلمة. اه. دي بتسوي قلنا بتسوي كلمة التلاتة معناهم يعتمد على. طيب نيجي بعد كده على الجملة دي. اه. ما تلمسش الباب. اصلا هو لسه مدهون حالا. يبقى تهاز الى رقم بي. طيب. احنا ليه ما ناخدش غيرها. تي ما نفعش ما اقول مع ايه تنقول هاف. ولو انت قلت لي يعني سوف يدهن. طب ما سوف يدهن يعني ما فيش عليه حاجة فنلمس عادي يعني. اللصوص لم يروا. كلمة صورة اه? ده مضارع تام. مبني للمعلوم. معناها لم يرى برضو. آآ يعني لم يرى. اكز انت في الجملة بتقول اللصوص لم يروا. فده مبني للمجهول. والوحيدة اللي مبني للمجهول في الاختيارات يا رقم سي. في نهاية في نهاية المحاضرة. انا عايز الطلبة يتم تقسيمهم الى مجموعات صغيرة. لازم بعد يا مستر. يفعل يكون مدفل فكرة الجملة دي كده بعدها فعشان كده ناخد هنا في الجملة دي بعد كده بعد كده ماذا كان سيحدث لو ان البركان انفجر رقم بي. طب ليه ما ناخدش مسلا في الجملة دي عشان كلمة الربط ما ينفعش نخليها مجهول. سهين انت بتقول لي في الجملة ما زى سيحدث لو ان البركان انفجر معلوم ازاي? روايتها الاولى صادرت. يبقى انت هنا كلمة صادرت دي حاجة من الاتنين. انك تقول لي كيم قوت ده واحدة او انك تقول لي والاتنين بنفس المعنى والاتنين زي الفل. طيب ما هو يا مستر في الاختيارات فيه هنا كيم قوت اهي. وفي اهي. محضرات لو اخدت بالك انا قلت لك هنا. هنا جايب لك اللي واحد بيها وبالتالي دي غلط. ازا الاجابة هنا كيم اوت. بعد كده لو انت ما كنتش مدرس والله انا عارف ان كلمة دايما باخد معها دو يبقى يقوم بوظيفة. ماذا ستفعله عندما تكبره عندما تنمو يبقى جروه اب. وما الكلمة يعني يربي طبعا وميقابل المكياج او معناها يألف وسط اب يعني ينشئ او يعد خمسين. بينما كان طالبا كان يكتب قاسا بينما اللي هي طبعا منفعش اقول لان عايزة بعد اي انجي. افطر عايزة بعدها او اي انجي. بمجرد ان منفعش اقول لك بمجرد ان هو كان طالب كان بيكتب. لا ده بينما كان طالبا هو طالب وبيكتب في نفس الوقت. طيب اين فيش الصيف الشمس الشمس دي لها حدين. اما ان احنا نستخدم كلمة يعني تشرق او ان احنا نستخدم كلمة بمعنى تغرب واحدة من اثنين دول. طب انت بتقول لي هنا ان الساعة خمسة الصبح. يبقى ده معنى هنا تشرق يبقى 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 يا ريت الاهرام بتنشر الكثير من المقالات عن العلوم. تنشر يبقى طيب هتقول لي من يستخدمش كلمة يعني تكتب. الاهرام ما تكتبش الناس اللي بتكتب في الاهرام والاهرام بتنشر. لما راحت المدرسة تاني اكتشفت ان هي كانت كتبة غلط. يعني هي كتبت غلط. وروحت وبعد راجعت المدرسة. فالكتابة دي حدث اولين وبالتالي هدرت. يا مستر لحظة من اتنين. اما انك تستخدم فاعل وبعدين او انك تستخدم دد فاعل وبعدين الفاعل فين? في المصدر. اكتب هنا بس كلمة مصدر ومش هتيجي مصدر هنا. يبقى انت عارف كده تاني. ان عندك اه هاد فاعل بصد بارتسبه لدد فاعل مصدر. انت هنا قد لبك فاعل وسي. سي دي عبارة عن فاعلة في المصدر يبقى ما ينفعش حضرتك تستخدم هنا غير دد. ومعنى الجملة بقى لمجرد ما هو شاه في البوليس جار بعيدا. خمسة وخمسين مستر حسن ايرن نوت ماني. از اي دو. والله يا مستر فيه هنا از وحداتك عارف ان في از صفة از يبقى سوه يبقى اه يبقى سوه ماتش از او از ماتش از واحدة بالاتنين وبالتالي ناخد سوه. طب انت اش معنا خدت سوه هنا? ما ينفع ناخد از او ينفع الاتنين ينفعه فعلا. وكمان احنا خدنا سوه ان الجملة دي من فيه زي ما انت شايف قدامك كده. طب لها ومثبتة. كانين فانفكر في سوه. لا سوه ما تبيش غير في النفي بس. الماء هو الاية غلاءا ولكنه الاكثر احتياجا او الاكثر اهمية الاقل غلاءا يبقى سليست. في سبعة وخمسين بقول لك قبل ما حيلل الجملة دي بص معايا كده. اول حاجة انت ممكن تستخدم التفضيل ده في تلات حاجات. التفضيل باستخدمه في تلات احتمالات او في تلات موضع يعني. الموضع الاولاني انك يكون معك زا فتقول زا وبعد نصف التفضيل زي ما نقول مسلا زي ما انت شاف قدامك كده. الموضع التاني انك يكون معك صفة ملكية يعني صفة ملكية زي يعني احدث سياراتك. الاحتمال التالي انك تكون معك بتاعت الملكية او فقط. زي ما كنا بنقول مسلا وبرده زيها بالضبط. انك تقول لي دي كنز معرفش اه وهكزا. يبقى احنا هنا في الجملة حضرتك جاب لك هير. هير دي عبارة عن ايه? عن صفة ملكية. يبقى انت عايز من غير زا يبقى تقول هير النيوست. طب ما هو فيه هنا زا عشان في هير ما ينفعش ناخد زا. ولو في اس ما كناش خدنا برضو زا. اي دونت ريد از مات بوكس از يو دو. انا ما بقراش كتب كتير زيك. الجملة دي لها احتمالين. انك لها اقول لي في الاولاني. اي دونت ريد از ماتش از يو دو. ده احتمال. الاحتمال التالي انك تقول لي از ميني. وتجيب بعدها عطول اسم جمع. على سبيل المسال. از ميني بوكس. از ميني ساندويتشز. از ميني ستوريز وهكذا. فانت قلت لي هنا اي دونت ريد از مات بوكس. اسم جمع يبقى ما ينفعش غير ميني. يعني ابقراش كتب كثير زيك. خمسة وتسعة وخمسين. شغل انتي مملة شوية. اي دونت ايد لايك تو دو سمسينك انتريستنج. انا عايز عمل حاجة اكتر تشويقا. لان نشو. لانا مويلة يبقى مور. الغملة دي كده اصلا حلوة مش محتاجة حاجة. الفرنساوي اسهل من انجليزي. بس انت عارف انك لما يبقى معاك صفة قصيرة ممكن نستخدم قبلها ماتش مور قبيت مور قليتل وهكذا. يبقى انت هتقول لي هنا ماتش مور. طب ينفع نستخدم مور ازيار لأ. عالي تفهم ان كلمة مور لوحدها. وعالي تفهم الصيغة دي كده نحفظها كويس. ما ينفعش تأتي مع الصفة القصيرة. كلمة مور لوحدها ما ينفعش تيجع مع الصفة القصيرة. لكن ينفع. نقول عادي جدا نقول ماتش مور. في الاحتمال ده كده ينفع. يبقى ماتش مور ماتش مور ينفع. لكن مور لوحدها مع صفة قصيرة لما ينفعش. وحسة يا باشا زي والاتنين دول معناهم اللي هي فين رقم سي. اللي معناها يغمر. يغمر حاجة في مية او في سائل او معناها يغمر نفسه في شيء معين. يعني يصبح من خيطا في الامر او يصبح محبا للشيء مهتما بالشيء. انك تبدأ في استخدام شيء يبقى اسمها اللي معناها يطبق. زي يعني جهاز او معدى. واخد بالك لو شلنا سي وخلنا اس تبقى يبتكر. اللي هو مين? اللي هو الصوت. وكلمة معناها سليم. لو انت فاكر المهم الجهاز اللي الصوت بطلع منه باسم واي عم? اسمو اللي هو مين? اللي هو السماعات. وما ده المتحدث الرسمي باسم وزارة معينة. مع كل رحلة بنعملها للفضاء. متعلم كتير عن الايه اللي حولنا اكيد مع كل رحلة بنتطلعها بنتعلم عن الفضاء اللي حولنا. ده شوبس ار نوات. ات از زا اونلي سمول بلدنج ان دا ارود. المحلات بتكون محاطة بي مباني كبيرة. محاطة بي بقى سراويندت باي. ما انت عارف ان كلمة سراويندت باي معناها محاطة بي. لكن تم دهانوها بي. دي كوريت دي يعني تم تزيينوها وسليكت تم اختياروها. ستة وستين لوك اهوت احترس الصخر دي عما تتحرك اكيدها تقع على دماغه. الا رفق انها تقع على دماغه وانها بتحرك. يبقى ده نبق ممنع على دليل وبالتالي هنقول يعني سوف تسقطه على. الجملة اللي بعد كده ده عبارة عن ايه عم؟ عبارة عن مجموعة من المقائم عن المجموعة من الباريغرافات عن فكرة واحدة. مجموعة من الجمل عن فكرة عن لا ده تعريف الباريغراف. مجموعة باريغرافات adapt about one main idea ay point يبقى هتعريف صح. المقال عبارة عمجموعة من الباريغرافات. طيب. تصالي باريغراف الاخير في المقال بنسمي الخاتمة اللي هو اسمه معnegائدي. وما البراجراف الاولاني اسمه ؟ والبياريافات الي في النص المجموعة الى في النص مع بدي باريغراف. تصالي باريغراف. البراجرافة الى المدل اللي في النص اللي بين ال speechless اسموه بوتي يبقى بدي بدايغراف. طيب. بيقول لك يوصى انك تكتب ايه في الاخر الانتروداكشن. ازاي تكتب في الاخر. علشان انت بعد ما تكتب. وتخلص كتابة. انت كده بقيت عارف انت كتبت ايه. فلما تيجي تكتب المقدمة تكتب فيها كل الافكار اللي انت قلتها. اللي بيحكي لك قصة. والله اللي بيحكي قصة ده اسمه الروائي اللي هو الناريتيف. طيب بعد كده. البريغراف دي عبارة عن ايه? عن مجموعة من الجمل. عن مواضيع متنوعة. لأ دي كده بوزت. بسبب الكلمة دي. عبارة عن جملة واحدة. لأ ما فيش عبارة عن جملة واحدة. وإلا ما يبقاش اسمه بريغراف. مجموعة من الجمل اللي بتحكي عن حاجة واحدة يبقى هي دي المعنى. يبقى انتبه ان البريغراف مجموعة جمل لكن المقال مجموعة بريغرافات. طيب الجملة اللي بعد كده بقى يا فندم. الترجمة بيقولك يعكسوا تحسين اقتصادنا نتائجة ايجابية على حياة المواطن المصري. سريعا كده وقال لك هنا نتائج ايه? ايجابية. هتطلع لك الغلط. اولا كده قال لك فدي كده بوزت. الحاجة التانية. اا اا اقتصادي وقال لك تحسين اقتصاد. اقتصاد اسمه يبقى دي بوزت. بقى معك انت رقم واحد واربعة. تعال نشوف. يبقى دي الجملة السليمة. الاخيرة غلط عشان هو عامل هنا ملكية. بالرغم من في الجملة الاصلية اصلا قال لك حياة المواطن العادي. الحياة اللي هي لايف. اا هو عامل لك جمع عشان يقول لك حيوات يعني. طيب بعد كده يبقى احنا رقم واحد اللي صح. بتحسين الاديان السماوية على التسامح والاخوة ونبض العنف. الجملة العنف دي غلط. طيب اللي بعدها احنا عايزين الاخوة اللي اسمها يبقى دي برضو بوزت. زي اللي اجابة الاخيرة لصح. طيب الجملة الاخيرة في الامتحان. هل تنجح الرياضة في تحقيق السلام العالمي وهذا ما فشلت في تحقيقه الحروب? يمزك اول واحدة. لان ما فيش حاجة اسمها يا فاندي ما اسمها سكسيد ان. يعني سلمي. هو قال لك هنا السلام اللي هو اسمه بيس يبقى دي كده بوزت. يعني اللي معناها نجاح لأ ده هو قال لك هنا وهذا ما فشلت يبقى فيه لدي يبقى الإجابة الصح. حالي صح. الاخيرة. آآ خلصنا الامتحان سريعا. اتمنى ان انت تكون خلصت امتحان معي واحدة بوحدة. الامتحان ده من خمسة وسبعين درجة. شوف انت جبت كام في الامتحان ودي نفسك الدرجة وشوف درجتك كام من خمسة وسبعين. ورسالتي اليك. اوعد احبط لو انت عندك كمية اخطاء مهولة عادي جدا. اعرف الخطأ فين اتعلم منه. لو في سؤال ما فهمتوش مني. اكتب لي وانا هرد عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عايز اقول لك ان احنا هنبدأ في الوحدة الرابعة من كتاب العملقة. وفقا للجدول اللي نزل على جروب التليجرام. اتمنى نكتمش معنا واحدة بوحدة. عشان ان شاء الله رب العالمين لو المنهج متغيرش ربنا يسطر يعني. قبل يوم خمسة اتنين نكون خلصنا منهج وباقية الفترة دي تكون مراجعات وامتحانات وغسل. نعصر لمنهج كده ونطلع اللي فيه. في ورق. في ملف. هينزل النهاردة بالليل على جروب التليجرام. هيكون في ملاحظات على الوحدة الاولى والتانية والتالتة. احنا لازم نعمل عليهم شوية. علشان يعني نكون لمن الوحدات دي كويس. احنا خلصنا التهت وحدات دول لكن قصتهم ما انتهتش. كل يوم جمعة هيكون في امتحان زي ما احنا بنعمل. الامتحان ده كان امتحان الجمعة بتاعت مبارح. الجمعة النهاردة سوري. كل جمعة يكون في امتحان. وكل امتحان هينزل هنزله فيديو. اتمنى انك ما تعدش حاجة. السلام عليكم.